محمد بابا من طرف الراحل الحسن الثاني ماضي المجيد يقابله حاضر يؤسف له محمد بابا محمد بابا محمد بابا محمد بابا محمد. لديه دباد لوقيتها متضهورة في جهلال زي مروسي مرة 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 ما كي عقلت على الأشياء ولكن الحمد لله قولي ذاته ولقى عائلته الحمد لله اللي يوقفين معاه الحمد لله هذا فضل من عند الله لا ما عنده تشي عائدات ما عنده تشي تشي مصاريف ما عنده تشي معاوانة من من أي جانب الحاجة الوحيدة اللي كنا درنا هو مدرسة ديال الكورة في الاسم دياله اسم بابا محمد تأسس في 2013 كنا في 2013 الموسم ديال 2013-2014-2014-2015-2015-2016 هذه اللي كانت واحد مدرسة اللي كتحمل الاسم دياله كنا قادي نحاول بها باش يكون واحد موساعدة الواليد والعائلة ديالنا والمشرفين على المدرسة وبالنسبة اللي كانوا عندنا كانوا عندنا سبعات العائلة سبعات اللي كانوا عندهم عائلة ديالهم من خارطين من جميع الطبقات يعني كنا الناس مساكن اللي ما في حالهم شو كانت ساعدوا معاهم كنا جيبوا أولادهم كانوا تقارباً شي تمانين طفل معوزين ما عندهم مشاكل والبقي يارا كانوا كانوا عندهم واحد مشاركة في الخيارات اغلاق هاد الأكاديمية لحد الان بقي ما عرفنا شاشنا هو يعني من ناحية حنا كان عدنا عقد مع نجم الشباب في 2013 وصالح للتجديد وعدنا فيه واحد البوند السابع اللي كيعلن فيه بان ما يبغي يفسخ العقد ديالله خصوه يعلمنا بثلت شهور الرئيزي الفريق من المشي نحن كانوا وعود وعود كبيرة كانوا كي تعطيونا والناس كانوا يلعبون من وراء ظهرنا يقول لك الاسم ديال البابا وانتو مراء وولاد الفرقاء وبوكم عطال كتير الفرقاء اللي فاز معا باللقب الوحيد ووعود ووعود اللي كينين وفي الأخير من اللي وصلنا لأخر المطاف كان العام الأول العام ثاني العام ثالث الأمور غادية عادية ولكن كانوا وخا كانوا عراقيل وكانوا بزارة الحواج ما الأمور غادية عادية نحن ندخلوا في تسعود وعشرين في شهر ثمانية حيث الأول موسم كي يكون برمية سبتمبر نحن ندخلوا وحبسنا واحد الحارس ومعا هو واحد العضو ديال المكتب ديال الرئيس عبد الحق نودير قلت لي لماذا حبسيني؟ قال لي هذا أمر من الرئيس قال لي ما هو السبب؟ أنا عندي عقدة لصالحة الجديدة قال لي لا هذا أمر أنا ما كنا ندخلش في هذا الشيء هذا هو الكلام ديالو وما أبقي الآن حيث كيني الحواج مخبين من وراء هذا الشيء لماذا أقول لكم أبا بري؟ حيث تحللت واحد من درسة ديال النجم الشباب في اسم النجم الشباب هم كانوا الطامعين في المونخاريطة اللي عندنا حلايا يعني يجابون نتال أخر ساعة ماحد واحد يبقى بعدك كل نهار ويبقى يعطيك الوعود وكتظر معاه في شهر ستا يقول لك المرة السيمنة جاية وهذه ويبقى بعد فيك يبقى بعد فيك يبقى بعد فيك يجيبك الآخر المطاف علش حيث تطامع في ذلك المونخاريطة حيث تطامع في مدرسة بابا حيث تعرف كيف يجبك الآخر المونخاريطة اللي عندنا اسم الوالد اللي بغيتو هذا المدرسة على ما تحللت أساسا على اسم الوالد وسميناها سوينيو هو الحلم بالإسبانيا الحلم الوالد لكي يكون عنده مدرسة والحلم الوالد لكي يوصل إلى المصار ويجعله مصار بحل الوالد ديالي في الكورة ديالي نتابعة الماراض متابعة الماراض هو من خلال غير في العمل عنده واحد الراتب تقعد الفين وخمسمائة درهم عندنا غير السيد اللي يجي اللين فيرمية اللي يجي كل صباح وعشية باش يهزليها الاطنسيون وشوفوش الامور غديها على ميرام هذا كيتخلص بوحده كين تلتالاف درهم هادا كيديها في الشهر ديالو هادا كالخلاص ديالو زيد عليها الدواء ديالو زيد عليها الدواء ما غير سقدر نقول لك الحساب اكزاكتمو ديال المصارف ديال الدواء ما كتير فيها الادوية ديالالزيمال الادوية ديالالسكار الادوية ديالالاطنسيون يعني كل مرة واحد مكي كبر كتعرفوش تابعو كل كي ولي كي يحتاج للعلاجات بعدنا مشكل كبير يوماتا مشكل كبير في الوعود يوماتا مشكل كبير في الخيراطات ديل الاطفال يوماتا مشكل كبير في المطارئين الى ديال الدواء يوماتا مشكل كبير انا مصارف نciحاجة لاتخيل العقل حيس كيتم منقدما معي ruin يوماتا بديند بنفس الخيراطات ليوماتا ماطركز بشكل مترامو يوماتا مشريطي lime الضارك في التخرج هذا ليس معقول. هذا سيحرم الله ولمع العبد. الحلول هو شكاية. شكاية الوالي في الدار بيضاء. شكاية السيد العمدة في الدار بيضاء. شكاية الفيدراسيون الغوية الماروكان في فوتبول. شكاية الدول الملكي. ومن هذا المنبر كان نوجه نداء عاجل لصاحب جلالة محمد السادس نصره والله وأعزاه. اللي يطولنا في العمر ديالو. جميع الأسرة الملكية. وكنتمنى الله يعطي الأوامير ديالو. باش يشوف من حال هذا السيد. ويعطي الأوامير ديالو باش يشوفوا كان الناس مسؤولين في الرياضة. باش يعطيهم الأوامير باش يديروا البحث في هذا الكثيران واش وقع فيه. ويشوف ويرفع علينا الضرار. حيث هات شرك كثير علينا. أولي سيقدر ينصفنا. يالله سيفرجو شعالله. يكبه. يكبه.